عايزين حضرتك تكلمنا عن العادات الخطأة اللي بتضر بصحة القلب هو والله من ضمن العادات الخطأة اللي ممكن تضر بصحة القلب هي يعني إيه لكمارسة الرياضة الرياضة بتبقى شيء مهم جدا للحفاظ على الجسم كله وخاصة القلب والأوعية الدموية بيقلل خطورة الاحتمال الإصابة بالسكتات القلبية أو بالزبحة أو بالجلطات أو كده رقم اتنين برضو من ضمن العادات الغلط هي العادات الغذائية يعني فيه حاجات كتير في التغذية أو في العادات الغذائية الخطأة بتضر القلب زي أكل الكوليسترول أو المواد الغذائية الغنية بالكوليسترول كتير ملح الطعام بكثرة بيدور القلب وبيرفع ضغط الدم طبعا الكوليسترول وأكل الأكل اللي هو زي السمن الصناعي اللي هو الزيوت المهدرجة ده بيستسبب أو عامل رئيسي في حدوث الزبحة والجلطات وتصلب الشرائي برضو من العادات الخطأة اللي ممكن أن هي تؤد بينا إلى تضر القلب هي الحياة المرفهة المفروض الإنسان يكون بمجهود ما ينفعش أبدا أنه هو كل حاجة يسيبها بدون حركة أو كده يعني الناس دلوقتي بتركب العربية من العربية تركب الأسانصير من الأسانصير يدوس ريموت يشغل كذا ما عادش فيه حركة وده شيء غير صحي إطلاقا يعني ده يؤثر بالسلب على الجسم كله وخاصة القلب فطبعا ده ممكن كله نتجنبه وطبعا من ضمن العادات الخطأة تماما هو أن التين ايج اللي هم الأطفال أو السن المراهقة أو الشباب بيحبوا دايما يأكلوا اللي هو الأكل اللي برا البيت اللي هو الفاست فود وكده ودي ممتلئة جدا بالكوليسترول ودي منتشرة جدا وبتزداد انتشارا المحلات بتزيد أكتر والشباب بيتجه أكتر ليها وبيحط لها زي مكسبات طعمة وكده عشان تجذبهم أكتر فدي كلها عادات ممكن تجنبها يعني يمكن لما احنا في برنامج زي ده أن نوعي الناس أن لازم نمارس رياضة الأكل نحافظ فيه ما نبقاش الأكل ما نملاقش بطننا أن احنا لو اتمشينا والتدخين من العادات السيئة جدا 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 التدخين بيدر القلب يعني بما لا يدع مجالا للشك يعني مش محتمل قولان يعني السجاير أو التدخين أو الشيشة أو كده بتدر القلب أيواة بتدر القلب وبتعمل بتزود صلب الشغيين بتزود حدوث الجلطات وبتأثر على بقية الجسم بس احنا دلوقتي بنتكلم على القلب فبعض الناس برضو من العادات الخاطئة اللي ممكن تدر القلب أن بعض الناس مش بيحب يلتزم بالعلاج أو بالنصائح الطبية يعني نقعد نتكلم زي ما نتكلم هو المريض في دماغه حاجة هو بينفزها يعني قيامة الحقيقة بيبقى فيه بعض الشيء من الجدل أو أن المريض هنقول يمشي على علاج ده وييجي يلاقيه موقفه بمزاجه طب أنت وقفته ليه يقول لس ازهقت طب زهقته ومن تعيان قولي 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 الدكتور فدي دي كلها اسمها عادات يعني واسمها كونسبت مفاهيم المريض متخيل أنه هو هيخلص علبة واحدة من ضغط ضغطي بخاف الحمد لله هيخلص علبة واحدة من مثلا الأسبريم بتاع الزبحة يبقى كده خاف لا فدي كلها بنحاول إحنا نغير المفاهيم دي في البرامج التوعوية الطبية اللي المفروض بتيجي في الميديا وكده ترجمة نانسي قنقر